السلام عليكم اخباركم يا رب دايما بخير وبصحة وسلام وسعادة. آآ كل سنة انت طيبين بمناسبة شهر رمضان خلاص ايام بسيطة كده ويهل علينا الشهر الكريم. بمناسبة الشهر الحلو ده بجا. عملنا طبعا تجهيزات لسحور رمضان. عملت معاكم الطعمية والفول. بطريقتين. الاز من بعض. واسهل كمان من بعض. وبطريقة بصوا مضمونة مية في المية. يعني بجا رجاج الطري. بطريقة برضو ولا اسهل. صلوا كده على الرسول. واسكروا الله. ودعوة منكم كده حلوة من الجلب. اخواتنا في فلسطين. الاول هنا معايا كمية من الدجيج. ما بنعيرش الدجيج بالزات لو هنعمل حاجات فلاحة زي ديت. آآ فبنعملها كده بالبركة. يعني نجول مسلا حوالي تلاتة كيلو من الدجيج. مسلا يعني كده. انا ما زنتهمش بصراحة. بس نخلطهم كويس. وحطيت طبعا معلاجة ملح كبيرة كده. ومعايا هنا لبن رايب. الرجاج الطري بجا دي بيلم كل اللبن اللي موجود في التلاجة عندكم. لبن جاطع لبن رايب لبن حليب مسلا مش هينفع يضغلي. آآ بيتعجن بايحة وممكن كمان بمية كمان على فكرة. بيطلع برضو حلو آآ وخفيف برضو. بس طبعا بتعارف عليه عشان طعمه يطلع حلو فلاحي كده اصلي. بيتعمل باللبن الرايب. فانا كان هنا عندي آآ شوية كده من اللبن الرايب. وعليهم كمان شوية كده من الحليب. يعني لميت كل الحليب اللي في التلاجة وجلت احسن حاجة نعمل بها هو الرجاج الطري. لان هو اللبن عندي كل اللبن او بواج اللبن اللي موجود عندي. صالوا كده على الرسول واسكوروا الله. هنا بقى ان بدأنا نعجن كده الرجاج بتاعي ما زي ما قلت لكم ما عنديش ما ما عايرتش الدكيج ولا كمان عايرت اللبن. انا كده بنعجن بالبركة كده وبيطلع معايا ما فيش فيه غلطة. لكن طبعا هنتبلكم مجدير الكيلو في صندوق الوصف. وهنجله لكم كمان هو عبارة عن كيلو من الدكيج. عليه كبايتين من اللبن الرايب او الحليب او المية او مكسي بين اي حاجة تختروها. لبن او حليب او مية ولبن. هو جبل يعني 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 عجن باي حاجة. بس طبعا لو انت حابين طعم يكون كويس وطعم اصلي باللبن الرايب. وبياخد حوالي من آآ كباية لربعة كده من السمنة او سمنة على زيت. وبيتعجن كويس بملح بس. ممكن تضفوا مع لاجة السكر لو انت حبيت بس انا ما نضيفش سكر. هنا خلاص آآ لاجت آآ كمية الدكيج. آآ على جد كمية لبن بالزلط. يعني ما سافت مع جانتي كده الرجاج الطالي قلت ههتاج من لبن لكن لاجت الحمد لله كده لنفس الكمية مظبوطة وتعجل معي. نضيف بقى السمنة يعني هي عملة سمنة على زيت. يعني مسلا عملة حوالي كباية كده ونص من السمنة عليها نص كباية كده من الزيت. ودفتهم بس كده على النار. فكرت بقى السمنة بتاعت كده. ونزلت بقى على الرجاج على طول. اول ما حسيت ان الرجاج عندي او الدكيج آآ التم خلاص باللبن او تعجل معي باللبن. ننزل عطول بالسمنة. ونبدأ بقى نلت في العجينة كويس عشان خاطر كل ما تعجل كويس كل ما هيدينا نتيجة افضل. اول ما تنزلوا بالسمنة كده هتلاقوه العجينة كده فكت معكم. افضلوا يعجلوا فيها ولدت وفيها كده عبوصلة جال تمت معكم مكونة عرج كده ونعملت معانا واختفى كل السمنة وكل الزيت اللي احنا ضيفينه. وبقت عجينة متماسك. انا يطلقوا كل مرحلة العجين عشان خاطر تكون واضحة قدامكم. آآ لازمة نلت كويس فيها زي ما قلت لكم عشان خاطر ما يبرولش معانا يا خمان بعد ما انطلعوا من الفريزر. لما انطلعوا من الفريزر يكون زي ما هو اكلنا لسه عاملينه طازة بالزبط. بتطلعوه وتحطوه على الرخامة كده وبيفك بسرعة لان هو بيكون آآ طاري يعني وراجيك كده. ما بياخدش وقت من الفريزر مجرد ما اطلعوه بس خمس دقائق كده على الرخامة. بتبص لجو فاك من التلج بتاعكم وبجا لكنكم لسه خبزينه على طول. ممكن طبعا تدخلوا الفرن آآ يفك كده من التلج في الفرن. هتلاجوه بزبط معكم وتماني. هنا بجا بداية نلدت برضو لاجيتي العجينة لسه برضو مفرولة معي. ما كونتش عرج كده ولا اتماسكت معي. نفضل نلدت فيها لحد لما ما لاجيش ملامح خالص لتخريز العجينة معي. وكمان يتكون لعرج واللاجي العجينة نعمت معي. والبلاستيك اللي انا بناجم فيها. نضفت معي برضو. وما فيش اثر لعجينة على ايديه ولا في البلاستيك بتاعتي. شايفين? ماشاء الله. انا طبعا عجينة النهاردة كده على الارض كده باديه ما استخدمتش العجين عشان خاطر الناس اللي ما عندهاش عجين. اكتريت المرات طبعا بيكون مش موجود متوفر عندي لبن. بنعمله بمية وبيطلع تحفة بس بنزود لشتامنة شوية. بيطلع معي فضيع برضا. هنا خلصنا باقي شايفين? اتلمت معي زيل وكونت كورة كده في ناحية العجينة. وبزبطت معي كده عرج وزبطت معي كمان نغوما حلوة. ايوان كده. الشاطرة اللي بتلاجهها يا خلاص العجينة اتلاحها ايه? جلبها الناحية التانية كده عشان خطر المنظر بس. نبدأ باقي نقطعه ومش هنسيبه طبعا آآ يرفع ولا حاجة لانه هو مفهوش خميرة. هنبدأ نقطع على طول. دي الطريقة التقليدية او الطريقة المعتادة. للناس اللي هي مش حرفية جوي في تقطيع الرجاج. واحدة بواحدة كده على جدك. لكن طبعا الطريقة الفلاحية باقي ان احنا نمسك حتة كبيرة كده. ونبدأ نتكور. ونطلع رجاج واحدة جد التانية بالزبط. يعني لو وزنناهم حلاجهم كلك مجربين من بعض في الوزن. آآ تعملوا باقي رجاجة حجمها كده زي ما تحبوا. عايزين الرجاجة بتاعتكم حجمها كبير قطعوها كبيرة. عايزينها صغيرة قطعوها صغيرة. انا ما شاء الله عاملة كمية كبيرة. هنشيلها في الفريزر زي ما قلت لكم. ونطلع منها في السحور. بدأت باقي نقطعها كده على رش الدقيق. ممكن طبعا على زيت. بس الزيت لو لو عملتوه على زيت هيغلبك وساعد ما تجي تفردوه. لكن قطعوه على دجاج احسن. نبدأ مجا نمسك حتة بحتة كده. ونقطع كورة كورة. لكن الطريقة اللي هي واحدة بواحدة ديت بتكون طبعا آآ بتغلب وبتاخد وقت. دي اسرع بكتير. هنقطع كل الكمية بنفس الطريقة. وهنبدأ نغبز مجاة بس هنسيبه آآ يرفع شوية عشان خاطر يتفرد معي بسهولة لانه طبعا عدناها فترة طويلة. يعني بدأت نعجن فيه آآ غيبت مسلا عشر دجاج نعجن فيه. فكون معي عرج جامد. فلازمة نرتاح العجينة شوية عشان خاطر يتفرد معي بسهولة. ما يكونش مسلا يتقطع مني وانا بنفرده. آآ وما يكونش كمان يلمي مني كده وانا بنفرده عشان خاطر ده مفهوش خميرة فهيلمي منكم كده لو ما ارتاحش كويس. فانا عجنته وقطعته وسيبته وغطيته كده وسيبته لما سيبته حوالي نص ساعة. او اكتر كمان. وبدأت ان نولع الفرن وانسخنه. كانت اخت طبعا جاه في اليوم ده فاستغلتها مجاة استغلال حلو. وقلت اتعمل معي الرجاج الطري. لان هو بيعوز حد يبطط. وبيعوز حد يغبز. وانا طبعا لوحدة ما بولاده صغيرين لسه. فاستغلت مجاة اخت لما جات. ولادي هنا كمان كانوا بساعدوني برضو. وكانوا بيساعدوا اخته ويعملوا معها. بس طبعا زي ما انت شايفين كده الرجاجة ما بزيتش معهم عن الحجم اللي انت شايفينها دي. هنا مجاة انا كنت خلاص ولعت الفرن وبدأت نغبز في الرجاج. ان شاء الله بيطلع ورانا منور كده في الفرن. بصوا عايز عايز بس كوباية شاي. انا عن نفسي بنحب الحاجة ديت بكوباية الشاي بس. مش بعسل مجاة وجيبنا ومربة ومش عارفين الحاجة ديت. ممكن نحطها على الفطار بس انا بناخد الرجاجة بكوباية الشاي او بكوباية النسكة فيه. هي الواحدة كده مزاج لوحده كده. هنا بجاء ولادي بساعد اخت برضو. بس على جدهم برضو. لكن طبعا مش هيسقفوني ولا بنعمل. انا كده كده اصلا الفرن بتاعي حجمه صغير مش كبير. هماروك دلوقت الخبيز في الفرن. فما بياخد شغل واحدة لانا كنت عاملها حجمه يا ما شاء الله حجمه كبير مش صغير برضو. بنبدأ بجاء نفتده على ديجيج. وطبعا لازم ان يكون رجيج. في لازم بتعمله اه حجم وطخين كده. لأ نحب حجم رجيج. عشان قطر تكون تسهل في الاكل لان ما فيهوش خميرة. وعشان كمان يكون اهواس مراجعة كترية. ينفع حشوات مسلا ينفع سندوتشات برضو. وينفع آآ زي المسالة محمد. الشاورمة برضو. ينفع الحديد كتير. احنا بنستخدمه كعيش. للسحور. لكن انا ممكن نستخدمه كمان للحشوات بنحشي فيه فراخ بنعمل زي الشاورمة كده بنحشي فيه آآ لحم مفرومة. وساعات ولادي بياخدوا منه سندوتشات للمدارس برضا. طبعا بتحط على ديجيج من تحت بس مش من فوق. احنا بجاء في الفرن لو الرجاجة جابت معاكم كده وداتكم الشكل ده ده طبعا تعرفوا ان الفرن بتاعكم مش ساخن كويس. يعني دي كانت آآ رجاجة خبستها كده كان الفرن برد معي. فلما جابت معي كده عرفت ان الفرن آآ من تحت مش حامي او مش ساخن كويس. جعره بارد. لازم انت جاب جيب كده حلوة زي ما انت شايفينها كده. ناحية كده من جاب جيبة وناحية لا. لو عامل معكم الطريقة دي تحسوا ان خلاص الجعر بتاعه خلاص ما شاء الله مزبوط والسخنية بتاعته مزبوطة. ومن فوق طبعا بتكون الحررة بتاعته عالية. عشان يطلع معنا طاري كده وحلو. لازم ان يكون واخد اللون الحلو انت شايفينه ده. ما اطلعهوش ابيض من آآ عن كده. في ناس بتطلعوا ابيض زياد عن الانزوم يعني ما بكونش يواخد اي لون. آآ ده بيكونوا ما تدخلوه الفريزر بتطلعوه تحس ان هو ما استواش تحس ان هو ني لسه ما استواش. لكن لازم ان يكون واخد اللون الحلو ده ويكون نواخد التحميرة الحلوة اللي فوق دي. وكل ما الفرن حسيته طبعا ان هو آآ الدجيج اللي بيكون في الجهر كده عمل آآ عمل لون كده او عمل ساموار كده في الفرن طبعا بتمسحوه بيفوطة مبلولة مية كده بيتمسح معكم بكل سهول. وبنعمل واحدة بواحدة الفرن بتاعي ياخد اتنين. لكن طبعا انا كنت سبجاهم عشان الفرن ما بياخدش وقت في الفرن اصلا بيطلع بسرعة. فكنت سبجاهم في العجين. يعني لو ما اخت مش معاي كنت كمان هنطول على الفرن كان الفرن هيكون ولع من غير رجاج. لان ولادي مش هيسعفون. فاستغلتها طبعا ما جات عندي وساعدتني فيهم واخدناش ما اخدوش معانا وقت يعني انا عاملة ما شاء الله تلاتة كيلو او اكتر كمان. ما اخدوش معانا وقت وطلعوا معايا كمية محترمة. شايفين شكل عمل ازاي? ما شاء الله يعملوه بالطريقة دي. وان شاء الله يطلع ناجح معكم ويطلع الطريق كده وحلو للسحور بجاء للفطار لسه فضل يبين تلاتة كده على رمضان. وينفع كمان سندوشيات مدارس وينفع حشوات برضو في رمضان ان شاء الله في زمهات رمضان. فاعملوه بالطريقة دي وان شاء الله ينجح معكم. وفي تركاة كده حلوة لو حابينه خفيف. لو في ناس بتنزعج من اكله وتقول اكله صعب وكده ممكن تضيفوا معا معلاجة خميرة كده. بيطلع خفيف ويطلع ساهل كمان في الاكل. شوفكم. انا عندي امي لما بتعمله وبتحط معاها معاجة خميرة. بس طبعا الوصفة الاساسية او الطريقة الاصلية ما فيهاش خميرة. هنا شايفين طروته عمل ازاي? ما شاء الله عليه. بنعبيه بجأة كياس وندخلوا الفريزر. بيطلع معايا زي الفل. شوفكم بجأة في فيديو التاني. مع السلام.